تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموصلة الهجمات على حزب الله اللبناني أوضح نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل لا ستعمل على إعادة مواطنيها إلى منازلهم بأمان هذا وقد انسحبت عدة وفود بينما كان نتنياهو يقترب من المنصة لإلقاء كلمته فيما هدف ضده مؤيدون للقضية الفلسطينية وقد أعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقطع زيارته إلى نيويورك ويعود إلى إسرائيل بسبب تطورات الأحداث